موسيقى قبل اكثر من ثلاثين عاما انطلق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في المملكة العربية السعودية الذي يعرف بمهرجان الجنادرية ومنذ العام 1985 اصبح المهرجان الذي يقام تحت اشراف وزارة الحرس الوطني السعودي تقصا سنويا يجذب مئة الالاف من السعوديين والعرب الفنان الراحل طلال مداح والكبير محمد عبدو والسوري صباح فخري من اهم الاسماء التي شاركت في الاوبريت السنوي لمهرجان الجنادرية وغنى العشرات من النجوم العرب في الاوبريت الذي توقف منذ العام 2011 بسبب الظروف السياسية والامنية بالمنطقة اما اليوم ستبقى ابواب قرية الجنادرية شمال الرياض مغلقة لاكثر من 350 يوما حتى يحين موعد النسخة الثاني والثلاثين من المهرجان السنوي الذي استقطب في نسخته الاخيرة اكثر من 6 ملايين زائر وقدمت الجنادرية طوال 16 يوما اجواء ثقافية ممزوجة بالماضي ورغم الاجواء الباردة والطغس المتقلب في الرياض وفد الزوار الى اجنيحة المهرجان وقاعاته ومسارحه المفتوحة التي احتضنت معروضات شعبية وتراثية وجملة من المناسبات الثقافية والفكرية تنوعت بين امسيات شعرية وندوات فكرية وحوارات مفتوحة اطفى الدفءا بدد برد شباط فبراير خصوصا ان درجة الحرارة لمست الصفر في بعض ايام المهرجان حضور الفرق الشعبية التي فاق عدد المشاركين فيها الخمسمائة اطفى طابعا تراثيا على الاجواء في القرية من خلال العروض والثنون الشعبية التي قدمت طوال ايام المهرجان وتزينت ارض الجنادرية بالحرف اليدوية التي تولى العمل عليها اكثر من ثلاثمائة حرفيا وحرفية وشهد هذا العام تطبيق فكرة عربات الاطعم المتنقلة بأيد سعودية شابة تجاوز عددها الخمسين عربة تبيع مختلف انواع الاطعمة والمشروبات كما اعادت نسخة هذا العام الدفء الى العلاقات بين مصر والسعودية بعد ان حلت مصر ضيف شرف على المهرجان الاهم في المملكة وكانت الثقافة جسرا عبرت به علاقات البلدين الى سابق عهدها هذا ملكنا من يبقى هنا بملك هذه قروب الشعب صارت منزلك ترجمة نانسي قنقر